اشتركوا في القناة سكك وسيوف سأقرأ بعض الأعداد من سفر إشعية أصحاح 2 والعدد 2 إشعية 2-2 ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من سهيون تخرج الشريعة ومن أرشالين كلمة الرب فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا سيوفهم بحولوها لسكك فلاحة فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد آمين خلونا نحن روسنا نطلب بركة الرب على هذه التأملات بالمناسبة نصلي للإخت سعاد أما للإخت حنان بكرة في عندها عملية بالمستشفى أيها الرب المبارك ننحني أمامك بكل إجلال ومهابي وشكر وتقدير لأنك جمعتنا في بيتك في هذا الصباح لكي نفرح ونتهلل ونتعزى ونتعلم من طرقك أيها السيد الرب نأتي إليك بتواضع نأتي إليك باشتياق نأتي إليك بإيمان أننا سنسمع صوتك في هذا الصباح بارك كل رأس منحني أمامك تعرف احتياجاتنا جميعا يا رب فمن فضلك أنك تسود كل احتياج تعرف ضعفاتنا من فضلك أنك تحول كل ضعف فينا إلى قوة بارك عبدك الضعيف جسديا وروحيا في هذا الصباح واملأ عبدك بقوة الروح القدس علمنا درس جديد من كلمتك يا رب علمنا كيف نطبع صيوفنا سككا أيها الرب ونكون رجال سلام نتمم مشيئتك وقصدك في حياة كل واحد مننا لك المجد والإكرام سيد الرب بإسمي يسوع آمين الله لما خلق آدم حطه بجنة عدن ليعملها ويحفظها يعني شو حط بإيده سكي ولا سيف حط بإيده سكي جعل في يده سكي لكي يفلحها لكن لما صاعت آدم بالخطية إجا الشيطان شو حطله بإيده حطله بإيده سيف حتى يخربها الله حط بإيده سكي حتى يفلحها وإبليس حط بإيده سيف حتى يخربها وأول من استخدم السيف من بعد آدم كان مين؟ ابنه ضد مين استخدم السيف؟ ابن قيين ضد خيه هابيل ذبح أخاه ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة وكرت المسبحة وامتلت الأرض من السيوف ومن سفك الدماء من يومها إلى أيامنا الحاضرة حروب وأخبار حروب تقوم أمة على أمة ويقوم شعب على شعب وضيعة على ضيعة وحي على حي وعيلي على عيلي وخي على خيه وأصبح كل الناس حملة سيوف أصبح كل الناس حملة سيوف أصبحنا نعيش في عالم مجنون في سباق التسلح أيزن هاور في خطابه الوداعي لما ترك الرئاسة قال الميزانية يلي كنا نحطها على صناعة طيارة حربية وحدة كان الممكن أن نبني فيها 30 مدرسة والميزانية يلي كنا نحطها على صناعة بارجة حربية وحدة كان ممكن نبني فيها 8000 بيت بول كاندي بكتاب قيام وسقوط القوى العظمى كتب بيقول أن كل أمبراطورية في العالم ابتدأت في الانحدار عندما أصبحت تصرف على السيوف أكثر من السيكاك لما صارت تصرف على السيوف أكثر من المحاريث وهيدي حال الدنيا وحال العالم الذي نعيش فيه لكن الشعية بهذا المقطع الذي قرأناه يجي يبشرنا أنه بآخر الأيام عند رجوع الرب لما يجي المسيح على الأرض مرة تاني يسوع الذي هو رئيس السلام هو يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون صيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا تعود ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد يعني شو يجي يعمل يسوع في أخي الأيام يردنا لحالة الفردوس الأولى التي سقطنا منها مع سقوط آدم من هلأ لوقت يتأرجح العالم الذي نعيش فيه فيه صراع بين السكك والسيوف بين الخير وبين الشر لكن يمكن تيجي تقول لي شو علاقتنا نحنا كمؤمنين بهذا الأمر شو علاقتنا نحنا بحملة السيوف مع الأسف أقول أننا كلنا حملات سيوف سيف يمكن يكون كلمة تجرح فيها الآخرين سيف يمكن يكون نقطة تكون نظرة تؤذي فيها الآخرين سيف يمكن يكون موقف تدمر فيه الآخرين ما في أشتر منا بلحظة من نرمي السكة ومن نحمل السيف ومن نصير نقاتل بعضنا البعض دعوة الرب لقلنا في هذا الصباح أنه نرمي السيوف ونمسك بالسكك ونعمل عمل الرب معا بيد واحدة أمين تأملاتنا في هذا الصباح رح نتأمل بالأشخاص الذين يرمون السيوف ويحملون السكك الذين يرمون السيوف ويمسكون بالسكك هم أولا صانعوا سلام يلي بيكبوا السيوف بحطوها على جنب وبيحملوا السكي بأيديهم هم صانعوا سلام والرب يسوع يقول في الموعد على الجبل طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون صانع السلام لابد من أن يتخلى عن البعض من حقوقه لأجل صنع السلام أكبر درس لقلنا رئيس السلام الرب يسوع الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذ نصورة عبد صائرا في شبه الناس وأذ وجد في الهيئة كأنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب دفع الثمن ثمن غالي لأجل السلام لكي يصالحنا مع الله ويزيل هذه العداوة القائمة بسبب خطيانا بيننا نحن الخطاط والله القدوس كان لابد من دفع ثمن مقابل السلام إبراهيم لما حصلت مخاصمة بين رعاته ورعات لوت الرعات كانوا عم يرعوا الغنم مع بعضهم البعض اختلفوا مع بعضهم وتخاصموا مع بعضهم تركوا الغنم وحملوا الصيوف ضد بعضهم البعض يجى إبراهيم يقول له للوت لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا أخوان قال له إن ذهبت شمالا فأنا جنوبا إن ذهبت شرقا فأنا غربا تقول للقصة اختار للوت كل دائرة الأردن يعني شو كلفوا السلام لإبراهيم خسر أفضل المراعي لأجل السلام خسر أفضل المراعي لأجل السلام إصحاق ابنه لمن خصموا رعاة جرار على البقر اللي حفرها شو عمل إصحاق ما حمل السيف وخصمهم تركوا نياه راح إصحاق وعبيد وحفروا بقر آخر كمان نجوا خصموا عليه شو عمل إصحاق هالمرة كمان تركوا نياه ومشي لأن أسلحة محاربتنا ليست جسدية لا نحارب بسيوف هذا العالم وسلاح هذا العالم سلاحنا روحي سلاحنا بالإيمان رجع من وراها إصحاق حفر بير تالت مرة ولم يتخاصموا عليها كرمال السلام تعرفوا شو صار بهديك الليلة من أجل مواقف إصحاق الرائعة الذي لم يحمل السيف بهديك الليلة ظهر له الرب وقال له أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي ثلاث مرات إصحاق لم يحمل السيف ثلاث مرات كل مرة كان يحمل السكة ويرجع يحفر بير من أول وجديد نفس الشغلة يعملها ثلاث مرات لأجل السلام رب شايف هذا الشوي وظهر له في هذه كل ليلة تعرفوا من وراها شو صار هاو دي الأشخاص يلي كانوا عم بخاصموه أبي مالك الملك وفي كون رئيس جيشه اجوا لعنده قالوا له قد رأينا أن الرب معك فاقطع لنا عهدا أنك لا تصنع بنا شرا مع أنه إصحاق ما كان من حملة السيوف إصحاق ما شو بدي خوفهم تعرفوا ما شو خوفهم أن الرب كان معه مع أنه ما كان من حملة السيوف لأنني على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه به الإنسان ما فيه إنسان قوي إلا ما فيه حدا أقوى منه قصة معروفة كان يحكيها مارتين لوثر عن عنستين عم يقطعوا على جسر دايق كانوا ووصلوا على نص الجسر وهن فوق نهر عميق وادي غميق لا هادي قادر تقطع ولا هادي قادر تقطع وإذا بنيتناطحوا مع بعضهم يمكن اتنين يوقعوا أو على الأقل واحد منهم بدت توقع تعرفوا شو عملوا واحدة من العمزات قعدت بالأرض والتانية قطعت فوقها ورجعت وقفت وهي قطعت ما عليش إذا مرات الناس بيقطعوا مفاونا ما تكون من حملة السيوف لازم دايما نتذكر أنه بعض الأشياء يمكن تكون من حقنا لكن مش كل الأشياء بتكون هي الأشياء الصحيحة الأخلاقية اللي بنعملها بطرس عمل العكس رب يسوع قبل ما يروح للصليب أخذ تلميز وراح على بستان جوس سيماني حتى يصلي عأساس يسوع وتلميز لشو كنا عم يعملوا عم يصلوا يطلعوا السيف ويحاربوا فيه ويقاتلوا فيه بلحظة رجع بطرس العتيق واستل السيف ودايما منلاقي أعذر هو بلش شوف شو قال لشو عرفت شو عم يعمل أنت ومنستل السيوف ومنبلش نقاتل بعضنا بعض الرب يسوع لقطوا لبطرس قالوا يا بطرس الذي يأخذ السيف بالسيف أيضا يأخذ إيجا يفهموا والبطرس أنه ملكوت الله ليس مبني على حملة السيوف ملكوت الله مبني على حملة السكك أو المحاريث وإجا الرب يسوع ومن يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء على السيف يقول لا تبرز عاجلا إلى الخصام لألا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك يعني بمعنى آخر باللغة الدرجة التي نستخدمها نحن هنا لا تجعل مشكلك قريب لأنك بالنهاية تطلع خسران الكل اللي يطلع خسران في بعض الحروب يسموها هذه حرب عبثية دخلك نقوله لأي حرب بالدني مش حرب عبثية كل الحروب على وجه الأرض حروب عبثية ألم تعلم أنها تكون مرارة في الأخير في مثل الصيني بيقول إذا تحكي بصوت ناعم ما بتحتاج لعصاية خينة لأن الجواب اللي يصرف الغضب فإذا الذين يرمون السيوف ويحملون السيكك هم أولاً صانعوا سلام وطوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون تاني درس المتعلم الذين يرمون السيوف ويحملون السيكك هم يعملون بإجتهاد بقوموا قبل الضهر بيحملوا هذه السكة على كتافهم وبيروحوا على الحقل حتى يشتغلوا فيه في مثل بيقول كل صورة وراها قصة الإنسان البسيط العادي بيطلع على الصورة ما بيشوف إلا صورة لكن الإنسان الحكيم بيطلع على الصورة وبيقرأ القصة يلي ورا الصورة سلامان الحكيم حكالنا عنها الصورة بيقول بسفر الأمثال عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم فإذا هو قد علاه كله القريس وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته هدم ثم نظرت ووجهت قلبي رأيت وقبلت تعليما نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للرقود شوف همته اطلع على الحقل شايف الحيطان مهدومة الشوك والعوسج اكل الحقل كله الأكيد صاحب هذا الحقل إنسان كسلان مش مجدهد نومه قليلا بعد نعاس قليلا يعني الصبح نوم يجب طلع بيني نام بعد شوية بنام بعد شوية بنام بعد شوية بيطوي إدها وبيغفى وبيروح نهاره وبعضه نهاية هذا حق الكسلة كل واحد مننا في عنده حقله إذا أنت أب بيتك هو حقلك إذا أنت أستاذ تلميذك أني حقلك إذا أنت خادم خدمتك هي حقلك إذا أنت موظف شغلك هو حقلك إذا أنت مؤمن حياتك هي حقلك إذا أنت ست بيت بيتك هو حقلك لما تطلع الناس على حقلك أو على حقلك شو بتشوف هل بتشوف حق الخربان أم حق الجميل هل بتشوف بيت مقلوب فوقيني تحتاني يما بيت مرتب هل بتشوف حياة كلها فوضى يما حياة منظمة جيمي كارتر يلي كان رئيس الوريات المتحدة لما كانوا يسألوا عن روتينه اليومي كيف يعيش بالأسر قالوا إن كان بيقدر قوم الساعة تسعة نام للساعة تسعة الصبح وكون مرتاح لكن اخترت أني قوم الساعة ستة الصبح وكون رئيس الوريات المتحدة أنت شو بتختار هذه صورة عن الإنسان المجتهد بينما الإنسان الكسول دائما بيلاقي لحيله الأعذار مثل ما مكتوب بسفر الأمثال يقول الكسلان الأسد في الشارع الشبل الأسد في الطريق الشبل في الشوارع كيف يقوم في خطر بره ويظلوا نعيون ويظلوا قاعد مخبة بالبيت خيفان يواجه المشاكل الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه صائره يعني المفصلات ويوصف الكسلان مثل الباب يبرم على المفصل يبرم يبرم بس يظلوا بأرض محلك يا واقف ما بيوصل لمحل ولا بيوصلك لأي نتيجة وهذه الكسلان دائماً يخلق الأعذار وما بيطلع منه شيء شخص مرة يحكي مع صديق قال أنا أول ما تفوت الشمس من شباك قدت بنط من الفرش ويقوم دغري رح مرة يعمل له زيارة لقى شباك بيته وصوب الغرب محل ما بتغيب الشمس هذا القسان الكسلان لذلك مرة يوضعوا جواز بالمدرسة وكل الشخص يوضعوا له جيزة ويقوموا لجيزة الكسلان وهذه جيزة أكثر واحد كسلان كل الناس يزقفوا قال الله يا رات حدا يجيب للجيزة ويقوموا لجيبها من ينام في الحصاد فهو ابن مخزي في ناس بدون كل شي على هذه في ناس بدون يعيشوا على حساب غيرهم والأخطر من هيك لما يكونوا بدون يعيشوا على حساب الكنيسة وهذه مشكلة من أيام الكنيسة الأولى كان يحاربها بولوس الرسول شوفوا شو كتب لأهل تسالونيكي يقلوا تسالونيكي الثاني إصحاح ثلاثة وعدد ستة ثم نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلكوا بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه مننا إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يتمثل بنا بولوس الرسول عن بيقول لأننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نثقل على أحد منكم ليس أن لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا فإننا أيضا حين كنا عندكم أوصيناكم بهذا لأنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا من لا يشتغل لا يأكل أيضا بالإنجليز يقولون نوميل نوميل إذا ما في مطحن ما في أكل ما في لحم إذا ما في مطحن ما في شغل ما في عراق ما في شغل ما في سكة ما في فلاحة ما في زرع ما في حصاد ما في أكل لحتى تأكله هكذا الإنسان يعيش بالإتكالية حياة الإتكالية بسنف الأمثال المكتوب كثرت الغلة بقوة الثور كثرت الغلة بقوة الثور مهندس سكوتلندي معه فريق الشغيل ويضغطون 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 بالشغل ما في مصر عليه مرة قالوا لك يا عمي روما ما بنت منهار واحد قالوا ما كنت أنا المهندس وقتها هذا الإنسان النشيط هذا الإنسان المجتهد بالنسبة للإجتهاد في عمل الرب في حق للرب يقول الكتاب ملعون من يعمل عمل الرب برخاء الشخص العبد يلي ما تاجر بالوزنات ما سمى الرب يسوع العبد الكسلان والشرير وبقسة الكنيسية اللي بتوصل لهذه الحالة أحد الأشخاص وصف تطور الكنيسة في أربع مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة التجميع لما يكون في أشخاص مجتهدين عم يخدموا الرب يبكر زم الإنجيل ويربحوا نفوس للرب وجمعوا للناس للمسيح المرحلة الثانية مرحلة البناء اللي مكونوا عم بتلمزوهم ويبنوهم وعلموهم ودربوهم وحضروهم لحياة الإيمان المرحلة الثالثة مرحلة الصيانة اللي بلش يختلفوا مع بعضهم يحملوا السيوف ضد بعضهم وهذا جرحني وهذا قل وهذا قلت له وعمل لي وعملت له ويبقوا مقضينا حتى يرادوا الناس مع بعضهم والمرحلة الأخيرة مرحلة الهدم وقت يلي الكسل بحل محل الإجدهاد على الدنيا والسلام درس الثالث يلي متعلموا يلي بيرموا السيوف وبيحملوا السكك هم يبشرون بالخيرات هم يبشرون بالخيرات لما تشوف فلاح عم يفلح ويزرع تفائل بالحصاد لما تشوف تلميز عم يصهر ويدرس تفائل بالنجاح لما تشوف كنيسة عم تصلي وتخدم تفائل بالنهضة يلي جاي على الكنيسة لأن الذاهب ذهابا بالبكاء حامل المبدر الزرع مجيئا يجيئوا بالترنم حاملا حزمه والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهج هون بيبين الفرق بين حملة الصيوف وحملة السكك شو الفرق الأرض أمام حملة الصيوف خضراء ووراهم صحراء بينما الأرض أمام حملة السكك صحراء ووراهم خضراء حملة صيوف أم حملة سكك كانت الدولة بالزمنات عاملة مشروع لما تذكر وتضيع عنها نشتغل بالأرض كانت عاملة مشروع تساعد فيه المزارعين بالفلاحة بالبزار بالزرع تجيبوا تركترات يفتلحوا الأرض كانوا يسمون المشروع المشروع الأخضر لا أعرف إذا بعضهم ماشي سمووا المشروع الأخضر هل أنت جزء من المشروع الأخضر حامل سكة بإيدك ما تترك وراك أرض خضرة أم أرض صحراء ما تترك وراك فيمار جيدة فيمار بر فيمار سلام هل تترك وراك نفوس مشفية نفوس مبنية نفوس مرتاحة يما تترك وراك فيمار سيئة هل تترك وراك نفوس مجروحة هل تترك وراك نفوس متقلمة بسببك نفوس محتاجة نفوس متضايقة ما تترك وراك حملت سيوف أم حملت سكك مشكل ما ينتقدوك الناس تكب المحراث وتحمل السيف وتملش تدافع عن حالك كف شغلك وخلي النتائج تدافع عنك هيدا أفضل نصيحة الملك آسى لما استلم الملك في مملكة يهوذا أيام ما كانت مقصوم المملكة المملكة الشمالية مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا المملكة الجنوبية أول ما استلم الملك مسك السكك وابتدى يعمل عملية إصلاح واسعة لإنطاء المملكة كلها واجهة اعتراضات كثيرة كف شغله كف شغله كف شغله تعرفوا قديش استمر ملكه 41 سنة آسى حكم على المملكة الجنوبية مملكة يهوذا 41 سنة بنفس هذه الفترة 8 ملوك أشرار في المملكة الشمالية بنفس الوقت يلي كان فيه آسى مالك على المملكة الجنوبية لأنه كان من حملة السكك وسقطوا إليه من إسرائيل بكثرة حين رأوا أن الرب معهم لما تشوف إنسان جدي لما تشوف إنسان أمين لما تشوف إنسان نشيط حامل بإيده سكة توقع بركات كثيرة جاية على الطريق نقطة الرابعة والأخيرة ناس الذين يكبوا السيف ويحملوا السكة ويبالشوا يشتغلوا بجدية هم يعملون كفريق يشتغلوا دائما مع بعضهم تيم ويرك كفريق حملة السيوف كيف يكونوا؟ بواجهوا بعضهم البعض عم بحربوا بعضهم البعض حملة السيوف صح ولا لا؟ بتحربني وبحاربك بينما حملة السكو يمشون جنبا إلى جنق يشتغلوا مع بعضهم كفريق وبالتالي يضاعفون النتائج عمره مرة اختبار على أحصنة جابوا حصان وضعوا له عربية فيها 4500 باوند يجروا هذا القد يقدر جابوا حصان وضعوا له عربية يجروا 4000 باوند 4 و 4 و 5 يجروا 8 و 5 خطوهم مع بعضهم وضعوا له العربية يضعوا فيها يجروا 12000 باوند فإذن لما يكونوا يشتغلوا جنبا إلى جن تتضاعف النتائج لما يكونوا يشتغل مع بعضنا البعض جنبا إلى جن تتضاعف النتائج لأنه دائما اثنان خير من واحد والخيط المثلوث مربوط لا ينقض يسوع لما بعت تلميزه كيف بعتهم 2 2 بولوس لما كان يذهب بسفراته التبشرية وحملاته التبشرية ولا مرة كان يذهب لوحده دائما كان يذهب ويذهب معه فريق كل واحد بالكنيسة يجب أن يكون ضمن مجموعة تشيري الدراسات إلى أن أي إنسان يأتي على كنيسة أي كنيسة ويشعر أنه غير متصل ليس متصل مع الآخرين ليس لديه علاقات مع الناس التي منحوله ليس معروف وليس لديه حاجة وليس لديه دور يقوم فيه بضاين سبع أسابيع بالكنيسة ويتركها من هنا أهمية أن كل واحد يكون ضمن مجموعة على اتصال بالآخرين الفرق كبير أن يأتي يحضر الاجتماعات ويكون متصل مع الناس التي منحوله مسيح سمى كنيسة وعائلة عائلة بيت الله تعرفوا الوز عندما يسافر حكين عن هذا الموضوع أكثر مرة يسافر بشكل سبعة لأن هذا يعطي قوة دفع أكثر ويسهل عليه عملية الطيران يصبح يسافر واحدة وصبية بالمئة أكثر وطبعا هناك قصص كثير ودروس كثير منها لكن الشيء الحلو عندما يسافر الوز ويقطع من قارة لقارة ومن بلاد لبلاد الوز التي تبقى بالآخر وراء تصيح 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 لا أحد من الوز التي تصيح تعرفوا ماذا تقول تبقى 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 الكلمة موجود لا أحد تبقى تطمن الفريق أنه كلنا بعضنا صاح عشرين لما بولوز جمع قصوص كنيسة أفس وقال لهم أقمتكم نزارا حتى تضلكم مرئبين ومتأكدين أنه كل الفريق موجود أنه الفريق بعضه متحد كفريق واحد ما بخاف حدا يخذ لمحلي ما بخاف حدا يشكل خطر علي نعمل لأجل هدف واحد في حق الرب يشتغل دائما على صيانة العلاقات مع بعضنا البعض إذا احترقت لمبة بالبيت عندك أو احترق الشيطة عندك بالليل ما بتحرق البيت كله بتصلح بتصبط إذا انتزع بشي بعلاقتي مع حدا ما بترك الكنيسة كلها ما بحرق الكنيسة كلها ما بحرق علاقتي مع كل العالم بصلحها وهذا العلمنا يا يسو واروح لعنده صالح معه زبط علاقتك معه ما تحمل السيف لأن قبليس خصمكم كأسد زائر يجول حولكم ملتمسا من يبتلعهم لمن علقوا المسيحية مع بعضهم سنة الواحدة وتسعين بقوم ياسر عرفات بيطلع على التلفزيون بيحكي لهم قصة الأسد والثيران وعنوان القصة كان وقته أكلت يوم أكل الثور الأبيض رح حكي لهم القصة قال لهم كان في ثلاثة ثيران واحد أبيض واحد أحمر واحد أسود إجا الأسد هاجمهم مرة يأخذ جعان الأسد واجهوا ثلاثتهم سوى لا يستطيع ليون الأسد هرب لكن الأسد جعان سرعا يفكر بخيل كيف يحتال عليهم إجا لعند الثور الأحمر والأسود قالوا أنتوا لماذا واجهتوني أنا أنتوا أصحابي أنا ما لا أريد شيء منكم لكن أنا جعان وليس أنتوا كل هدفي كان الثور الأبيض أنتوا خليكم على جنب أنا لم يأتي صاوبكم أنا هدفي الثور الأبيض تفكروا مع بعضهم قالوا حسنا لن نضافع للثور الأبيض وراح الأسد وافترسوا للثور الأبيض وأكلوا وبقوا جمعتين ثلاثة يأكل لحم شبعان بعد جمعتين ثلاثة خلص اللحم رجع بلش يجوع الأسد من أول وجديد يجي هجم على الثور الأسود والأحمر اتحدوا مع بعضهم وردوا عنهم رجع يفكر بحيلي رحل عند الثور الأسود قال له يا زالي ما قصتك ما أنت صاحبة أنا عم بيهجم على الثور الأحمر كنت بدي يأكله أنت شو خصك أنت ما أنت صديقي قال قلت لي نفس الكلام وقتها هجمت على الثور الأبيض قال له يا عم أنا فقط هدفي هذا ماذا فكرك أنا لا أستطيع أن أعجب 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 لألك أنا هدفي الثور الأحمر فكر وخيفان منه كان الثور الأسود قال طيب قعد عجانا بالثور الأسود وراح الثور الأسد وافترس الثور الأحمر وكما قعد جمعتين ثلاث يتنعم باللحم ويأكل ويشبع بعد ثلاث أسبيع جاعة ماذا دور من؟ الثور الأسود ماذا بدأ يهجم على الثور الأسود قال عمالك 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 قال أنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض قال لماذا تقول هذا قال اليوم الأول الذي تخلي عن مبادئي أن عمل مع الثيران الآخرين كفريق بهذا اليوم أنا أكلت بهذاك اليوم أنا سقطت بهذاك اليوم أنا افترست فما تتنازل عن مبادئك إبليس كأسد زائر يقول بطرس الرسول في رسالته يجول حولكم كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه قاوموه راسخين بالإيمان متحدين أنت مسؤول عن خيك وخيك مسؤول عنك وقت يلي بتتخلى عنه وقت يلي بتحمل السيف وبتحاربه بتكون أنت انتهيت وهو انتهى وكلنا انتهينا نرمي السيوف ونحط أيدينا على السكك ونشتغل مع بعضنا البعض بحق للرب لمجد المسيح آمين والرب يباري كلمته لقلوبنا بهذا الصباح يلي يا رب بدي أطرح السيف بدي أحمل صليبك بدي أحمل نيرك بدي أحمل سكتك يا رب واشتغل بحق لك بكل أماني وثبت نظري عليك يا رئيس إيماننا ومكمل ويسوع بدي أحمل